هل تبقى الامة مقصرة في حق او الاب الاثنين يعني مقصرين في حق الولاد وعندهم مشكلة دينيا مؤثمين يعني حرام يعني لما يسيبوا العيال زيادة عن نزوم او الاهمال يصل الى درجة الحرمانية شايفنا عدي سؤالك كده وجواب عليه دايرك تكيل على طول ورايحك والدنيا كلها وعمل صحفي لا هم فشل مع بعض الاول قبل ما يجيبوا عياله قبل حياة هو جوزتهم حرام من حيث الله طيب حقك علي الناس هتاخد الكلمة وتقولك الجواز احرام ما ياخدوها ولا يعملوا اللي هم عايزين دا مواحد عايز يدخل النار مجانا ما يدخل مجانا يقتضب الكلام اختضابا يا سيد العزيز في فرق بين صيغة الجواز اللي هي تخليه ينتقل من زنا الى زواج زوجته قبلت واثنين شهور بقى كده جواز ولا لا بقى كده جواز يعني العائلين دول المعاشرة بعض لا تقيم بلغة الفقه بقى عليهم حد الزنا اللي هو الرجم يعني لان دول اصبحوا ايه المتزوجون سامر غاني مصرحية يعني يعني المتزوجون دول متزوجون فيه حديث تاني بقول ان جوازتهم دي حرام مليون في المية مع ان الصيغة حلاة يا معشرة الشباب من استطاع منكم الباقة فليتزوج شحات الجو الشحاتة في حد ألف كده في الدنيا واحد ما عندوش بيته مقومات حياة ده يفتح بيت وجيب عيال عشان يزودها خيبة على خيبة دول اللي حيحرروا فلسطين والقدس دول اللي حيحفظوا القرآن وهم زي حالاتي أنا والشيخ الأظهر والشيخ اللي قبله واللي قبله اللي قبله ابن ثمان سنين الوادي اللي كان فيه جيلنا واللي قبلنا لو ما ختمش القرآن وجوده وهو عنده ثمان سنين كان بيطلق عليه في مصر العزيزة دي شاخ ويعود ربنا فيه ابو عشر سنين شكرا